الجامعة الإسلامية التي أسسها الإمام الصادق عليه السلام تميزت بالعديد من الأشياء منها أنها منفتحة على جميع الاتجاهات حتى ممن يختلفون عن منهج الإمام عليه السلام منفتحة على مختلف فروع المعارف الإسلامية والإنسانية لم تتخذ طابع الانتماء للدولة الأموية أو العباسية ولم تتلوث بسياسة الحكام كانت جزءا من البرنامج الإصلاحي للإمام وكانت تساهم في خلق المناخ المناسب لبناء الفرد الصالح ارتباطها المباشر بمصادر التشريع والمعرفة الكتاب والعطرة اتسعت وشكلت عدة فروع في الكوفة والبصرة وقم ومصر أنتجت رموزا للعلم والتقوى والاستقامة وعريفت بالعطاء العلمي ترجمة نانسي قنقر